هذا يذكرني بأحد أفلام رعاة البقار لكلانتي ستوود السيء والمجرم والمتورط وفي هذه الحالة نتحدث على أن السيء هو بطبيعة الحال النظام الجزائري المتورط هو الفرنسي والمنافق هو قيس سعيد هو الرئيس التونسي لذلك أعتقد على أن هذا المشهد الميلو درامي لإنصح التعبير في نظريه هو ينبغي أن نكشف الحقيقة خلف كل ما حدث على اعتبار أن ما يحدث الآن هو المنطقة الظاهرة من جبل الأيسبير بمعنى ينبغي الذهاب إلى عمق الخلاف الجزائري الفرنسي لأن في نظريه في ظل هذه الظرفية السياسية الحاجة إلى التقارب مع الفرنسي هي حاجة حيوية بالنسبة للنظام الجزائري لذلك هناك شيء ما قد حدث ولا أعتقد في نظري اسمحوا لي على هذا لا أعتقد في نظري أن قضية أميرة بوراوي هي التي تقف خلف هذه الأزمة المستجدة بين النظام الجزائري وفرنسا في نظري هناك ملفات أخرى تقف الآن حجر العطر أمام عودة العلاقات بين بطبيعة الحال النظام الجزائري وفرنسا